اشتركوا في القناة وليس شيئا اخر مثلا واحد زايد واحد يساوي صفر لما الغيوم تمطر للأسفل بدلا من الاعلى لما لا تذهب للاعلى وتضيع في الفضاء الصحيق الواسع التساؤل هذا كان واردا قبل قانون الجاذبية لكن بمجرد ان ضرب نيوتن ضربته لم يعد احد يفتح فمه لكي ينكر ذلك وكل من ينكر هذه القوانين الثابتة التي قامت عليها علوم بحد ذاتها هو انسان يجب عليه ان يتحسس العضو الذي يفكر به فالعقل بريء من ان يتقاعد في مثل هكذا مواقف وبالحديث عن تقاعد العقل عن اداء وظيفته يبرز لدينا مجموعة من البشر الذين لا يزالون يؤمنون بالخرافات وينكرون الحقائق الصلبة بشر لا يزالون يؤمنون بان واحد زائد واحد قد يساوي صفر نهم انهم اولئك الذين يؤمنون بان الارض مسطحة وان القروية هي فكرة اختراعتها ناسا ولو اردنا ان نعرف ما السبب في ايمانهم الاعمى لما استطعنا الوصول الى كثير من الازباب التي في مقدمتها القهل وفي اخر قائمتها القهل ايضا المشكلة هنا ان الارض المسطحة هي نموذج بدون حدود اصحابها يؤمنون بتصطيحها من كلا الجانبين الى مال نهاية وقبل ان يستمر هذا العتا الى مال نهاية لا سيما ان البعض يدلل كلامه بدلائل ويفسر اخطاء ناسا على انها تخفي الحقيقة يجب ان نتكلم بشكل موجز وسريع عن بعض الامور التي تؤكد ان الارض قروية اولا الخصوف الكمري علامة بسيطة وسهلة ولا تحتاج لكثير من الدقة حتى تكتشفها عندما يحدث اي خصوف للقمر وبالتالي تكون الارض في المنتصف بين الشمس والقمر تؤدي هذه العملية لتكون ظل للارض على سطح الكمر فيما يعرف بخصوف الارض هذا الظل ظل الارض يرسم على القمر بشكل مستدير وواضح يمكن لاي شخص ان يراه عند حدوث الخصوف الامر الذي يشير الى ان الارض ذات شكل قروي وليست مسطحة ثانيا الرؤية العلوية تكون ابعد حاول ان تقف على على شجرة وانظر الافق من امامك بعدها كن بالنزول للأسفل وانظر الافق مرة اخرى ستلاحظ ان الرؤية من اعلى ستعطيك مدى ابعد ومجال نظر اوسع واكبر من المدى الذي تحصله في الاسفل ويعود سببا في ذلك الان الارض قروية محدبة لا كانت الارض مسطحة لا كانت الرؤية من اعلى نفس مقدار الرؤية من اسفل فالامر يعود لانحناء الارض في الشكل القروي فلا تصطيح ولا تكعب هنا ايضا ثالثا المناطق الزمانية الليل والنهار اثناء مشاهدتك لهذا الفيديو قد يكون التوقيت في القاهرة الثامنة مساء وفي سوريا التاسعة وفي الولايات المتحدة الخامسة صباحا وفي الصين توقيت اخر مخالف لكل هذه التوقيت التي ذكرناها وهكذا في جميع بلدان العالم تشرك الشمس على احدهم فيكون لها توقيت وما تغرب عن جانب اخر فيكون هناك توقيت اخر مخالف هذا الاختلاف في الازمنة لا يمكن تفسيره الا في حال الارض قروية ودوارنها حول محورها الخاص فعندما تكون الشمس مشركة في طرف يكون الطرف الاخر مظلم وهذا ما يؤدي لحدوث فرق في التوقيت والازمنة وفقا لاختلاف المناطق على امتدات مساحة اليابسة واخيرا صور من الفضاء على مدار ستين سنة مضت اطلقت الكثير من الاقمار الصناعية والمركبات التي تحمل رواد الفضاء الى الاعلى البعض منهم عاد من هناك والبعض لا يزال وفي جميع الصور التي تم التقاتها بواسطة هؤلاء الرواد كانت تشير الى كروية الارض التي لا تقبل الشك لانحناء الارض امر مرئي لا يمكنك الا ان تراه بام عينيك وبالحديث عن الصور من محطة الفضاء الدولية منذ حوالي عام قامت وكارة الفضاء الامريكية نسى بعمل فيديو لبث فضائي وكان مباشر من محطة الفضاء الدولية وناقش رائد الفضاء المسؤول عن البث كل التعليقات والاشكالات التي سرح بها المتابعون الجميل في الموضوع ان احد المصريين سأله من باب ليطمئن قلبي السؤال التالي اذ ممكن تلف وشك ناحية الارض لنشوف اذا كانت ممتودة ولا مسطحة وبالفعل كان ذلك فما هي الا لحظات حتى قام رائد الفضاء بادارة الكاميرا لتظهر ان الارض قروية مطورة بشكل واضح لا يقبل الشكل هل ما زلت حتى الان ترى ان الارض مسطحة ام تأكدت الان انها قروية قل لنا ذلك في التعليقات ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصل لك كل ما نقدمه من معلومات مثيرة وغريبة على قناتكم قناة المعلومات اشتركوا في القناة